موسيقى السلام عليكم الغزالة الديالية شو خباركم كنتمنى تكونوا باخير وعلى خير وفيديو اليوم يلقاكم باحسن الاحوال اليوم غدي نشارك معاكم قراش اللي كيجي والداد ورائعين ومفشفشين البنات كنتمنى تجربوهم وتردو عليها في التعليقات بلما نطول عليكم ندوزوا المقادير وطريقة تحضير نحتاجوا كيلو دقيق الابيض النوع الممتاز جوج كيسان ديال السكر سنيدة جوج كيسان ديال الزيت بيضة نصف كاس ديال زبدة مدوبة عندي زرارة جوج مع القبار ديال النافع و جوج مع القبار ديال حبة حلاوة وايضا ديال جلجلان جوج مع القط صغار مخلطين بين الخميرة الفورية و الخميرة ديال الخبز عندي ساشة الفاني و ساشة ديال الخميرة الكيموية شوية ديال الملحة و المدافي باش نجمعوا الخليط و ندوزوا لطريقة تحضير انا ديال كان عندي دقيق في القصيعة لا بغيتوا تخدموا في القصيعة ولا شيئينة كبير ضفت عليه سكر حبيبات الزيت البيض لا بغادي نزيد له الزرارة حبة حلاوة النافع حبة حلاوة و الجنجلان و نضيفوا العناصر كلها الخميرة الكيموية فاني عندي الطريقة ديالي شوية ديال الملحة تقريبا واحدة نصف معلقة صغيرة و غادي نضيف الزبدة مدوبة و غادي نضيف الزبدة مدوبة و الخميرة ديالنا كنضيفوا معها شوية ديال المغر باش كالدوب بعد مجمعنا العناصر كاملة كمقا و نضيفوا المغر بشوية بشوية حتى يجمع لنا العجين حتى يجمع لنا الخالط و كنحصلوا على احد العجين اللي هو مرخوف باش كي يجيونا القرشلات زوينين و مفشفشين كي يجوا رطي طبين خاصة تكون العجينة مرخوفة فحل يالشفنج انا كنحاول البنات منحيد حتى مقطع من الفيديو كننحاول نشارك معاكم المراحل كلها و خاتباليكم العجينة كتلصق في اليد را عادي من بعد را غادي تجمع لكم كننخضو واحد الاناء كندهنو بشوية ديال الزيت كننضعو في العجينة ديالنا و نغطيوها بسلوفان ضروري تغطيوها باش غادي نخليوها تخمر حتى كننشوفوا كمية ديال العجين ضعفة كننعرفوها را خمراس كننعرفوها را خمراس و ضروري تغطيو الإناء ديالكم كننعرفو و يتقلو عليها بشي حويجة بشي حويجة بشي حويجة بشي حويجة ما تبقووش مع طلين انا البنات را خليتها خمرت شوية عايتمشيت تغذيت و عايت جيت باش غادي نطيبها ثم ما تخليوهاش بزاف كدهنو يديكم شوية ديال الزيت كتبقوها كبهالطريقة غاديين باش كتحاولو تخويو النفس اللي كين في العجين اللي كيتجمع باش مايبقاش لاصق لنا في الإناء بها الطريقة حتى كنساليو خليت اللطة ديالي اللي غادي ندخلها الفرن بقى نشكل كويرات بقى ندهني الزيت و شوية ديال الزيت و شو ماكتل تسقلناش العجينة شو سيملك تكون العجينة مرخوفة كتجيكم ساهلة و كيجو القراش لدينا غير تبعو الطريقة و ان شاء الله ستكون النتيجة ناجحة و منضمونة كم قاعدة على هاد الشكل حتى كنسالي الكويرات ديالي او القريصات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نأخذ شوية ديال البيض باش كندهن وجه ديال القراشل باش كيجو محمرين كمشي على هاد طريقة حتى كنسالي القراشل ديالي كاملين و بعد ما كنقومو دهناهم بالبيض كنناخدوا شوية ديال جنجلان كنديروهم من الفوق كيعطيتها احتا هو واحد لما ندرزوين احنا ولفنا القراشلات البلديين اللي معروفين ضروري جنجلان من الفوق كيجي والداد و محمرين ما تشبعوش منهم وشعلت الفرن على درجة حرارة ديال مية و خمسة و سبعين كيطيبو من التحت تحت كيتنفخو كنحمرو من الفوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة